أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية صناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توجهاته للهيئة العامة للطرق والكبار بضرورة إجراء التنصيق اللازم مع وزارة الدخلية وتفعيل ضبطية القضائية والدوريات الأمنية للحد من السرقات لأجزاء الكبار والأسوار المعدنية والعلامات الإرشادية وفي بيان للوزارة بشأن ما تم نشره وتدوله عبر أحد وسائل التوصل الاجتماعي بخصوص حدوث كسر للجزء الرابط بين العوامة وكبري سمنود على النيل مما أدى إلى انفصالها بعيدا عن الكبري حيث أوضحت الوزارة أن المختصين بالهيئة العامة للطرق والكبار قاموا بمعينة وفحص حالة كبري سمنود الملاحي على فرع دميات والعوامة الخاصة به والتي تستخدم كدليل للإبحار وحماية دعمات الكبري مضيفة أنه تم تكثيف شركة متخصصة تم تكليفها لعمل معينة وفحص لحالة الكبري بالكامل والبدء الفوري في أعادة تصنيع الأجزاء المفقودة لعمل صيانة شاملة له